أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية بلال المومني أهمية معالجة الفاقد التعليمي الذي حصل أثناء تعطيل المدارس وإيقاف التعليم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرات المتخصصين لبناء نموذج للارتقاء بنوعية التعليم وقال المومني إن أساس العملية التربوية هو المعلم الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمعلمين لكي يقدموا أفضل ما لديهم في رسالتهم التي يحملونها من جهة يمدع النواب أسماء الروحن مغير الدعجة عطى بداح علي الطرون إلى الارتقاء بدور المعلم لينعكس ذلك إيجابا على العملية التربوية والتعليمية